أكبر سوقين لهم ميزة عالية ونتميز فيهم بأن لنا قاعدة عملاء ولنا التوسع فيهم ولنا قدرة على أن نبتكر شيء فيهم هم السعودية والإمارات وهذول السوقين عندنا الحمد لله حجم مشاريع مرضي فيهم كم تقدر مجمل محفظة استثماراتكم؟ الحجم المشاريع العقارية التي طورتها الشركة حد الآن يتجاوز العشرة مليار درهم سيد أحمد لأتحدث معك عن المشروع ربما لاندمارك الذي كان لديكم خاصة في البدايات كيان تاور هذا المشروع حاز على عدة جوائز أذكر منها أنكم حستم على جائزة جينيس لأعلى برج ملتوي في العالم ماذا حاولت كيان كشركة مبتدئة وقتها أن تثبت من خلال هذا المشروع الذي حاكى مشاريع كبريات الشركات العلاء؟ الحمد لله هذا بفضل الله وتوفيقنا حاولنا في كيان أن يكون لنا بصمة أو دور في مدينة فيها منافسة عالية زي دبي عشان كذا كان البداية حقتنا نبغى شيء ملفت اليوم لديكم أيضا خارج كيان تاور كيان كنتارا الذين كنتم أطلقتم البرج السكاني فيه ومؤخرا أطلقتم أبراج الشقق الفندقية بإدارة روتانا صحيح هل هذا ربما بداية لدخولكم أكثر في قطاع الضيافة؟ صحيح هذا من القرارات الاستراتيجية نحن بعد الأزمة المالية كانت من القرارات الاستراتيجية أن نبدأ نركز على المشاريع ذات الدخل المستمر فبدأنا بالتركيز على مشاريع من هذه النوعية التي لها علاقة بقطاع الضيافة مشروعنا هذا الذي في دبي واحد من أول مشاريع الذي يكون فيه شقق الفندقية وسيتبع إن شاء الله مشاريع أخرى في مناطق أخرى ماذا عن قطاع التجزئة؟ كل مشاريعنا فيها محلات تجزئة أننا ندخل حنا في مجال المولات هذا من ضمن الخطط ولكن كل مشاريعنا فيها محلات تجارية والمحلات تجارية عادة ما نبيعها نحتفظ بها ونديرها بنفسنا في معظم أبراجنا ومشاريعنا يسويناها حاليا فيه عندنا توجه للدخول فيها مجال المولات التجارية ولكن لسا الحد الآن يعني ما في شيء جاهز لطرحه سيد أحمد داني أسألك عن المملكة العربية السعودية لديكم مشروع ضخم جدا سماية ماذا تحققون؟ ما هو الهدف أن تحققوه من هذا المشروع؟ أين الأعمال اليوم؟ نحن عندنا أكثر من مشروع في السعودية ولكن مشروع سماية من المشاريع اللي بالفعل نحاول نضيف فيها بصمة من تهجربتنا وخبرتنا خلال هالسنوات اللي تعلمناها في التطوير العقالي سواء داخل السعودية أو خارج السعودية